بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جاء ثلاثة رجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا جميعا فقال عليه الصلاة والسلام من يكفلهم؟ فقال طلحة أنا يا رسول الله فكانوا عند طلحة رضي الله عنه طلحة الآن يقول لنا قصتهم وش صار فيهم؟ وانتبهوا إخواني وخواتي حق اللي صار للثلاثة بالضبط شي عجيب قال فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج أحدهم فاستوشهد غزوة سرية طلع واحد منهم ومات شهيد ثم بعد فترة بعث آخر فخرج الثاني فاستوشهد ثم بعد فترة باقي الثالث مات على فراشه موت طبيعية ما هو شهيد يقول طلحة فرأيت الثلاثة عند باب الجنة في المنام ثلاثة وقلين عند باب الجنة طلحة معهم الآن طلحة رضي الله عنه يبي يقول لنا ترتيب دخولهم للجنة منه أول واحد منين يسبقهم؟ قال فرأيت المؤخرة منهما أدخل أولا آخر واحد مات فيهم اللي مات على فراشه مو شهيد هو أول واحد دخلوا الجنة بعدين الثاني آخر واحد فيهم دخلوا الجنة اللي هو أول واحد مات شهيد طلحة قال فدخلني في ذلك استغرب ليش؟ طيب هذا شهيد هو أول واحد فيهم ويكفلنا شيء طيب مو شهيد الثاني ليش الثالث اللي مات على فراشه قال فأخبرته النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما أنكرت من ذلك؟ يعني شنو غريب في الموضوع؟ ثم فسر له النبي صلى الله عليه وسلم السبب فإلا ليش هذا الأخير دخل الجنة أول واحد؟ قال عليه الصلاة والسلام ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر لتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره فدرش معنى هالكلام؟ يعني هذا سبقهم الأخير لأن عاش بعدهم فترة كان يذكر الله فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بهذا الذكر سبق حتى الشهداء هذه العبادة أي عبادة لها وقت محدد تبدو تنتحي أو لها مكان تؤدى فيه أو لها حال وضعية معينة تؤديها فيها إلا الذكر ما لا شيء من هذين لا لا وقت ولا لمكان ولا لحال معين تذكر الله على أي وضعية في أي وقت وفي أي مكان بل إن بعض العبادة لما تنتهي يبدو الذكر الذكر هو الخير ما عمل أنجى من عذاب الله من ذكر الله ما في شيء نجيك من عذاب الله مثل الذكر إذا كان خلى هذا يسبق الشهداء تدري أنه شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقه هنا تسبيحهم كل شيء يسبح بحمده قال عليه الصلاة والسلام إلا شوف المحروم منه وشوف النبي الصلاة والسلام مش قال عنه إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم يعني اللي ما يذكر ربه من أغبياء بني آدم أحلى شيء في موضوع الذكر أنك لما تذكر ربك رب العالمين يذكرك شوف شنو كبيرة أنا وانت الله يقول فلان باسمك ذكرني عسى الله سبحانه وتعالى يذكرنا دائما في الملأ الأعلى ويجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته